اجتمع سعادة دكتور عبلطي بن راشد الزياني وزير الخارجية في جينيف اليوم مع معالي السيد فولكار تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي بين وزارة الخارجية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان وحرياته وسبل تطوير التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة ومقاصد القانون الدولي لحقوق الإنسان وبحث الجانبان الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والبرامج الطموحة التي تنفذها كافة الوزرات والهيئات الرسمية في ظل النهج الإصلاحي والتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومسعيها المستمرة لتبني المشاريع والمبادرات البناءة التي من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها في إطار التزامها بالمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الإنسان وحرياته وحرصها على تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026 كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية المؤلمة في قطاع غزة والجهود التي تبذل على المستوى الدولي من أجل وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الحرب في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية وفقا للقانون الدولي الإنساني للتخفيف من معاناة الأهالي الأبرياء وفقا للغزة وفقا للغزة